لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها موقع أنا السلافي يقدم لكم هذه المادة الحمد لله وحده الصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أأنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار قال الشيخ السعدي رحمه الله أخبر تعالى في هاتين الآيتين عن حالة الناس في إثار الدنيا على الآخرة وبين التفاوت العظيم والفرق الجسيم بين الدارين فأخبر أن الناس زينت لهم هذه الأمور فرمقوها بالأبصار واستحلوها بالقلوب وعكفت على لذاتها النفوس كل طائفة من الناس تميل إلى نوع من هذه الأنواع قد جعلوها هي أكبر همهم ومبلغ علمهم وهي مع هذا متاع قليل منقض في مدة يسيرة فهذا متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب زين للناس حب الشهوات نجد ذلك الحب في القلوب حب فطري فإذا استعمله المسلم في طاعة الله والمعونة عليها وجر على ذلك فيتزوج يعف نفسه عن الحرام ويحمي نفسه وكذلك ينجب أولادا يطيعون الله عز وجل ويحسن تأديبهم وتربيتهم على طاعة الله وهكذا يستعمل المال في مرضات الله عز وجل بعد أن يجمعه من الحلال ويخرج ما وجب عليه فيه وما كان عليه من نفقات واجبة فهذه الأمور تنزع حب هذه الأشياء من القلوب أو تقلله أو تجعله عونا على طاعة الله عز وجل وهناك صنف من الناس جعل هذه الأمور هي الهم فهمه الدنيا وما يحصل منها ومن لذاتها وشهواتها نسي بذلك الآخرة فأهمل العمل لأجلها وهذه المذكورات في هذه الآية هي رأس ما يتعلق به الناس وما تتعلق به القلوب وأخطرها على الإطلاق النساء ولذا قدمها الله عز وجل وبدأ بها زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة أي المعلمة والأنعام والحرص ما يكون من الزرع ونحو ذلك ذلك متاع الحياة الدنيا يعني كل ذلك إنما يتمتع به في هذه الدنيا والله عنده حسن المآب ثم بينه فقال قل أو نبئكم بخير من ذلكم أخبر عن ذلك بأن المتقين لله القائمين بعبوديته لهم خير من هذه اللذات فلهم أصناف الخيرات والنعيم المقيم فلهم أصناف الخيرات والنعيم المقيم مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر لهم ردوان الله الذي هو أكبر من كل شيء وهم الأزواج المطهرة من كل آفة ونقص جميلات الأخلاق كاملات الخلائق لأن النفيا يستلزم ضده فتطهيرها من الآفات مستلزم لوصفها بالكمالات للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة فإذا أخبر القرآن أنهن مطهرات مطهرات من كل آفة حتى الحيض والنفاس لا يصيبهن في الجنة ذلك كذلك سوء الخلق ليس فيهن شيء من ذلك لذلك قال جميلات الأخلاق كاملات الخلائق والله بصير بالعباد فييسر كل منهم لما خلق له أما أهل السعادة فييسرهم للعمل لهذه الدار الباقية ويأخذون من هذه الحياة الدنيا ما يعينهم على عبادة الله وطاعة فليست هذه دعوة لترك الدنيا وما فيها وإنما هي دعوة لعدم التعلق بها والانشغال بها عن الآخرة لأن الآخرة هي الباقية وأما أهل الشقاوة والإعراض فيقيدهم لعمل أهل الشقاوة ويرضون بالحياة الدنيا ويطمئنون بها ويتخذونها قرارا ثم ذكر أوصافهم فقال الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار هؤلاء الراسخون في العلم أهل العلم والإيمان يتوسلون إلى ربهم بإيمانهم لمغفرة ذنوبهم وبقايتهم عذاب النار ربنا إننا آمنا فهم يتوسلون إلى الله بهذا الإيمان وهو عمل صالح يسألون الله أن يغفر لهم ذنوبهم كأن تقول ربي إنك وفقتني للصلاة فاغفر لي ذنبي بحبي لك ارحمني بحبي لنبيك صلى الله عليه وسلم أكرمني وهكذا توسل إلى الله بالعمل الصالح وهو أحد أنواع التوسل المشروع قال وهذا من الوسائل التي يحبها الله أن يتوسل العبد إلى ربه بما من عليه من الإيمان والأعمال الصالحة إلى تكميل نعم الله عليه بحصول الثواب الكامل واندفاع العقاب ثم وصفهم بأجمل الصفات فقال وصفهم بالصبر الذي هو حبس النفوس على ما يحبه الله طلبا لمرضاته يصبرون على طاعة الله تصبر على إقام الصلاة تصبر على صيام رمضان تصبر على بر الولدين وصلة الأرحام وسائر أنواع وأقسام الطاعات ويصبرون عن معاصيه تترك المعاصي هذا يحتاج إلى صبر مع كثرة الجواذب التي تجذب العبد إليها ويصبرون على أقداره المؤلمة ما يصيب العبد من الشدائد وما يصيبه من النقص في الأموال والأنفس والثمارات ونحو ذلك قال وبالصدق أي وصفهم بالصدق بالأقوال والأحوال وهو استواء الظاهر والباطن يعني لا يظهر خلاف ما يبطن حبه لله سبحانه وتعالى الذي يعبر عنه بالأعمال الصالحة أمر هو صادق فيه ليس كالمنافقين الذين يظهرون خلاف ما يبطنون أو حتى عنده من الخلل في ذلك بما يجعله يخالف ظاهره باطنة قال وصدق العزيمة على سلوك الصراط المستقيم وبالقنوط يعني وصفهم بالقنوط والذي هو دوام الطاعة مع مصاحبة الخشوع والخضوع وبالنفقات في سبل الخيرات وعلى الفقراء وأهل الحاجات وبالاستغفار خصوصا وقت الأسحار فإنهم مدوا الصلاة إلى وقت السحر أي صلاة الليل ثم جلسوا يستغفرون الله تعالى هذه الآيات نتعلم منها أن الشهوات مزينة للناس من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعم والحرث وذلك للاختبار والابتلاء فمن الناس من ينجح في اجتياز هذه الفتن ومن الناس من تأخذه هذه الفتن فتفتنه فينسى الآخرة وينسى الهدف الذي خلقه الله عز وجل لأجله ثانيا الآخرة خير وأبقى قل أونبئكم بخير من ذلكم الآخرة عند ربك للمتقين فعلى العبد أن يستعمل ما رزق من الدنيا فيما يعين على مرضات الله سبحانه وأن يكثر مطالعة ما جاء في وصف الجنة وما جاء في الحديث عن الآخرة كي لا يتعلق قلبه بالدنيا وإنما يترحل للآخرة وفيها كذلك الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذب النار التوسل إلى الله عز وجل بالأعمال الصالحة ومنها الإيمان ثم التحلي بهذه الأوصاف التي ذكرها الله عز وجل لهؤلاء الناجحين الصبر والصدق والقنوط دوام الطاعة والإنفاق في سبيل الله عز وجل في وجوه الخيرات وكثرة الاستغفار فهذه الأعمال مما يوصل العبد إلى مرضات الله عز وجل والجنة ويجعله من أهلها بإذن الله تعالى قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم واجزاكم الله خير قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر